السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبيبا عاملين ايه? معاكم لولو محمد. احنا معنا هو عند المهاجر. هنشوف الامشات الموجودة عندها. كان عندها جلد بسبعين جنيه. عندها لكرة كان بخمسة وعشرين. اه شايفين القمش الجلده عامل ازاي? بصراحة تحفة. بخمسة وعشرين جنيه عند المهاجر. كان عندها جلد بسبعين. كان عندها انواع كتير من القمش بصراحة. يعني في عندهم قمش شتوي. وعندهم بوايق قمش صيفي. يعني مش كله. اه الجلد اللي عمعه مع فكرة ما بيقشرش. كان المتر بسبعين جنيه بصراحة تحفة. واللجن جميل. كان فيه منه كذا كان فيه الاسود والرمادي والقفايد. يعني بصراحة الالوانات كلها حلوة الموجودة عنده. كان عندهم بعشرين وكان في حاجة عندهم حاجات بخمسة وعشرين مش كله. كان فيه بقى انواع ومشات مختلفة زي ما انتم شايفين كده الالوانات قدامهم. كان فيه بقى الزيتي والكحلي والكشمير والاخضر والاسود. يعني بصراحة الالوانات كلها موجودة عندهم وانواع عنده ومش كتير. وكل يومش ولسعره. بس يعني مش غالي. يعني الواناتهم الخمات اللي عندهم حلوة ومش غالية. وفيش كان عنده اللي هو الجلد كان بعده بسبعين جنيه. كان فيه عنده بقى حاجات بعشرين وحاجات بخمسة وعشرين. حاجات بخمسة وثلاثين. مش كله. يعني كل حاجة ولها سعرها زي ما فيه. اكمل بقى بقية الفيديو مع بعض كده زي ما انتم شايفين كده الحلوة والقماشة الرمادي دي تحفة. يعني هي القماشات عندهم حلوة وصعارها حلوة مش غالية يعني خمسة وعشرين عشرين لو انت حابت تعملي بقى. وعنده كان بعشرين جنيه. يعني ايه يوم ما تعملها تعملي بلوزة مش هتكلفك من الجنيه. بالخياطة بتاعتها والقماش بتاعها. اللي شايفين كمان المصدر ده دي حلوة. كان عنده قماشات سيفي ومشتش توي. كل حاجة ولها سعرها. يعني في حاجات بعشرين وحاجات بخمسة عشرين وحاجات بخمسة وتلاتين. مش كله. زي ما انتم شايفين كده القماش. يا رب بكون الفيديو عجبكو. ما تنسونوش باللايك والشير. لو المرة شوفي قناتي. اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي. هصور لكم عندها تاني لو منزلها شغل جديد. كل اسبوع بسعاد بتجيب آآ جلالية بمقصوصة. مش كله. يعني كل اسبوع بيختلف عن اسبوع اللي قبله. آآ في الحاجات اللي هي بتجيبها. يعني هي اوحة الضعف بتنزل شغلة دين. عشان كامل بقية الفيديو. الالوانات قدامكم هي يا رب يكون الفيديو عجبكو. اه دي الالوانات كلها موجودة وعنده تشكيلة قماش مختلفة على فكرة سيفي وشتوي. يعني عنده مهاجر. هنحط رقم امها في صندوق الوصف اللي تحب يتواصل معاه. آآ مع بهاجر. آآ عنده عنده جميع القماشية. قماش الجلد اهو زي ما انتم شايفين كده يبتدي يفرد لنا. كان عنده البني. اهو شايفين البني بتاعه من ازاي? البني كان عنده الزيتي الزيتي والكحلي. كان عنده تلات الوانات. بس بصراحة تلاتة احلى من بعض. والزيتي بتاعه حلو اوي. اللي وماش بتاعته ما بتأشرش على فكرة. قماشة عاملة ازاي? كان فيه الكحلي. والاسود والوفايد. كان فيه منه البنبة والكشمير. بصراحة كانت الواناته كتير عنده كان المتر بخمسة عشرين جنيه. بس اكتر حاجة كانت موجودة الاسود. ربي كون الفيديو عجبكو. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. استنونا ان شاء الله في الفيديو القادم.